السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم مجددا على قناة معلم اللغة الفرنسية دائما مع سلسلة جملة كل يوم هذا الصباح أيضا سوف نرى جملة بسيطة ورائعة وأكيد ستحتاجونها في كلامكم اليومي وجملتنا لهذا الصباح هي أنا أنصحك باستعمال الطريق السيار فهو أكثر أمانا نعم كالعادة توصلت بأجوبة كثيرة وعديدة ومشاركاتكم كانت جد جد طيبة وأنا جد سعيد أيضا بهذا ولقد شارك معنا كل من جابر مروان نخل فاطمة مغيد قناة كل يوم قصة يحيى الهبطي هناء محيدين وليد فارس حبيبة حمادة برهان الدلبي فاطمة الشالي الملكة بلقيس وليد فارس رحيل سعيد انفو كوخشان سوسو شقي هجر نوار فاطمة فاطمة أو فاطمة فاطمة يوسف زجيري مرحبا بعودتك يوسف أطلت علينا الغيبة الهام درويج هدى إدريسي فتحي مير نهى حاس حورية سليمي عايشة إبراهيم الحمد لله خديجة ومديحة وسمر سمر ولارة وائل كل الأسماء التي ذكرت شاركت معنا في هذه الجملة ومشاركاتكم كالعادة كانت جد جد طيبة اللهم بعد المطاحدات البسيطة التي سوف نتكلم عنها فقط أريد أن أذكر بالنسبة للأشخاص الذين ينضمون إلينا جدد بأن الفائزة من هذه الجملة كل يوم هو أن تبقوا دائما في ارتباط باللغة كل يوم تسمع جملة تسمع عبارات ترجمات هذا يجعلك في ارتباط دائم باللغة الفرنسية ويمكنك من تعلم الدائم أتمنى أن تستمروا معنا نعم الفائز هذه المرة أيضا فقط بفارق التوقيت هو جابر وجملته التي أعطاها هي فقط خطأ بسيط لم أعتبره خطأ ربما سهوان فقط بفارق بسيط فوقت على مروان نخل أيضا أحييك يا مروان على مجهودك ما عليك سوى المتابرة والاستمرار يا مروان الاستمرار هي مفتاح تقدم في تعلم اللغة الفرنسية استمرار يا مروان وأنا أذكرك بهذا نعم هذه هي الجملة التي أعطاها إلينا جابر وكانت صحيحة الآن نعود لجملتنا لكي نتكلم عنها بعض الشيء ونشرح كل ما يهم هذه الجملة قلنا أنا أنصحك باستعمال الطريق الصيار فهو أكثر أمانا الصيغة التي أعطي أنا أيضا نعم هذه أسهل جملة وأسهل صيغة يمكن أن نتوصل إليها بما أنني قلت أنا أنصحك أنت لهذا قلنا ولم نقول لم أقول أنا أنصح باستعمال كأن هنا بما أنصحك باستعمال بماذا أنصحك باستعمال دُتُلِزِي باستعمال ماذا الطريق الصيار الطريق الصيار قلنا هو لطورت لطورت وليس أي عبارة أخرى الطريق الصيار لديه عبارة واحدة وهي لطورت جتو كونسيي دُتُلِزِي لطورت فهو أكثر أمانا سي بل سيور فهو يعني نتكلم عن الطريق الصيار سي بل سيور وبما أنه في اللغة الفرنسية لطورت نقول ينطر يعني مؤنة إذن بالنسبة لكلمة سيور يجب أن تأخذها علامة المؤنة سي بل سيور في الأخير أ نتابلوا هذه المسألة جيد مهمة لطورت سي بل سيور نعم هذه السيورة يمكن أيضا أن وجدت هناك منكم من وضع بدلا من جتو كونسيي جتو ركوماند جتو ركوماند صحيحة أيضا جتو ركوماند جتو ركوماند سي بل سيور جتو ركوماند جتو ركوماند جتو ركوماند لطورت سي بل سيور وأنا كإضافة سأغطيك فعل لم يستعمله أي أحد ولكن أنا متأكد قد تسمعوه في الكلام الفرنسي والفرب أمبرنت لكن يجب الانتباه لعدم خلطه ما فعل أمبرنت آخر لديه معنى آخر جتو كونسي دون پرنت لطورت أمبرنت هنا التي معناها أخد أو استعمال طريق السيار تكتب ب أمبرن تكتب ب P-R-U-N أمبرنت أمبرنت E-M-P-R-U-N-T-E-R أمبرنت لكن هناك فعل آخر لديه معنى آخر لا يكتب بنفس الطريقة هناك اختلاف فقط في المقطع الذي ما قبل الأخير أمبرنت في هذا المقطع هناك اختلاف الفعل الذي يهمنا يكتب ب-EN والآخر يكتب ب-E-I-N أمبرنت كما قلت لكم يجب الانتباه لعدم الخلط بين هذين الفعلات أمبرنت الثانية التي ليس لها مكان في جملة تنوية هنا أصلها من كلمة أمبرنت يعني بصمة أمبرنت أمبرنت البصمات نعم وإذا قلنا أمبرنت كأنك تقول وضع بصمة وضع بصمة على شيء ما أو ترك بصمة في مجال ما أو من هذا القبيل إذن يجب الانتباه فقط هذه كملاحظة بسيطة لعدم الخلط بين هذين الفعلين أمبرنت et أمبرنت الثانية ربما إن شاء الله في درس خاص سوف نتكلم عن هذين الفعلين والفرق بينهما je te conseille d'utiliser l'autoroute c'est plus sûr plus sûr je te conseille d'emprunter l'autoroute c'est plus sûr هناك أيضا من استعمال عبارة كار أو parce que je te conseille d'utiliser l'autoroute كار c'est plus sûr أو parce que c'est plus sûr كل هذه العبارات أيضا صحيحة ويمكن استعماله نعم بهذا الشكل نكون قد تكلمنا عن كل ما يهم هذه الجملة يبقى الآن أن نمر إلى جملة جديدة وجملة لهذا الصباح هي استرخي ولا تتوتر وكل شيء سيمر على ما يرام استرخي ولا تتوتر وكل شيء سيمر على ما يرام نعم كأنك تتكلم مع صديقك أو حتى مع ابنك وتوجه له هذه العبارات لكي تشجعه وتقول له استرخي ولا تتوتر وكل شيء سيمر على ما يرام ربما هو مقبل على امتحان على مبارا أو على شيء ما وأنت تشجع بهذه الطريقة نعم في الأخير نعود ونقول مبروك مرة أخرى لجابر على فوزه اليوم بجملة الواضحة على الشاشة وكما قلت لكم الهدف من هذه الجملة أنا أعطيكم جملة بها تقريبا تسع أو عشر دقائق من يومك في اليوم الهدف منها هو جعلك دائما في ارتباط دائم مع اللغة الفرنسية هذا هو الهدف تذكروا هذا جيدا على أمل لقائبكم مجددا دمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر